أهلا بكم من جديد في الدرسنا اليوم سوف نتحدث عن كوكيز في اللغة البيش بي معنى كوكيز باللغة عربية يعني كعقاد ولكن لا معنى لها أفهميا لأن كوكي يكون عبارة عن فريابرس تقوم بإنشاية يتم تخزينها دمن الكمبيوتر المستخدم ولاحقا يمكنكم أن تقوم باستخدام البيانات التي تم تخزينها دمن تلك فريابرس في أي صفحة يتواجد دمن موقعك بكل سهولة عندما ترغبها يتم تخزين تلك البيانات في متصفحة يعني اعتبرها على أنه مثل Local Storage إذا قمت بمتابعة دورة JavaScript على قناتنا Local Storage يعني إذا كنت تخزين محلية يتم حذف تلك البيانات في حال إذا قمت بحذف المتصفحة أو قمت بحذف البيانات المخزنة بشكل يدوي عبر كتابة روابرة PHP لحذف تلك البيانات المخزنة بشكل يدوي أو حذف تلك البيانات المخزنة بشكل يدوي من المصفحة في أعدادات المتصفح قد يسألني بعض منكم أساس في دروس السابقة تعلمنا Session Session أيضا يمكنك أن تقوم باستخدامها للتخزين البيانات طيب ما هو الفرق بين اثنين؟ الفرق عندما تقوم باستخدام Session عندما يقوم المستخدم بإغلاق المتصفح سوف يتم حذف جميع البيانات المخزنة في ساكل تخزين موقعات Session عندما تقوم باستخدام cookies لا يتم حذف فيها يمكنك أيضا تقوم بتحديد متى ترغب أن تم حذف تلك البيانات هنا ترجمة وظيفة cookies غالبا يتم استخدام ملف تعريف ارتباط لتحديد هوية مستخدم ملف تعريف ارتباط هو ملف صغير يقوم خادم بالتضمين على الكمبيوتر المستخدم في كل مرة يطلب فيها نفس الكمبيوتر صفحة بها متصفحة سيرسل ملف تعريف ارتباط أيضا باستخدام PHP يمكنك إنشاء واسترداد قيم ملفات تعريف ارتباط يعني يفهم أن من خلال PHP يمكنك تقوم بإنشاء فريابة من نوع cookies وايضا حصفية وايضا استرداد قيمة مين فريابة من نوع cookies تم إنشائي سابقا؟ لنصغل لدرسنا اليوم لك أقوم بشرح لكم كيفية إنشاء cookie يعني فريابة من نوع cookie وتقوم بتخزين بيانات دمنية من خلال لغة PHP لإنشاء فريابة من نوع cookie بكل سهولة تقوم بإنشاء فريابة ما يسمى SetCookie ومن ثم تقوم بتحديد اسم ضمن اختباص نصي للكوكي أعتبر على أنك تقوم بإنشاء اسم فريابة لنفتد أرغب بالتسمية نعم إذا قمنا بإنشاء فريابة عندما تم تنفيذ ألم الرتالي سوف يتم إنشاء فريابة من نوع كوكي يسمى بالاسم الذي قمنا بتحديده إن كنت ترغب بالتخزين ضمنها مثل اسم بيانات تقوم بوضع فاصلة ثم تقوم بتحديد البيانات بيانات من نوع أرقام أو بيانات من نوع نصي أو بوليون قم بتحديد بنفسك لنفتد أرغب بالتخزين بيانات من نوع نصي على سبيل مساء كودة شير إذا بهذا الشكل يمكنك أن تقوم بإنشاء فريابة من نوع كوكي طيب كيف يمكنك أن تقوم بتحديد بيانات؟ لاحقا بكل سهولة تقوم بتحديد الاسم فريابة الذي يكون من نوع كوكي وتقوم بتحديد قيمة جديدة على سبيل مساء تس عندما تم تنفيذ الأمر الثالي سوف يقوم بجعل القيمة التي يجب لكم الفريابة للتالي إن كان سابق يتواجد قيمة تالية وإن كان لا يتواجد سوف يقوم بإنشاء فريابة من نوع كوكي بالاسم التي ستقوم بتحديدها ألا تعلمت كيفية إنشاء وإذا كيفية تعديل لنفترض ترغب حصول على البيانات التي تواجد ضمن فريابة من نوع كوكي التي تقوم باستخدامها في مكان ترغبها كيف يمكنك ذلك؟ سهلا جداً يمكنك ذلك من خلال إنشاء فريابة من نوع كوكي في اللغة البي اش بي ضمن اختباص النصي تقوم بتحديد اللسم فريابة اللي يسترغب باسترداد القيمة المخزنة ضمنها في مسان حالي يسمى النام لنقوم بتجربة سوف أقوم بفتح ملف التالي كي يتم تنفيذ الرغم التالي بشكل مباشر قوم بتحديد بنفسك متى يتم تنفيذها أنت الحر في الاختيار لنفترض أرغب أن يتم طبع البيانات المخزن ضمن فريابة الثاني مثل ما تشاهد سوف أقوم بحضف هذا الجزء لكي يقوم بإنشاء فريابة بهذا الاسم ويقوم بتخزيم الواقع التالي ولاحقاً أرغب أن يتم عرض تركي بيانات مثل ما تشاهد طبع قمت بشرح لكم منزقة لها علينا السيشن يقوم بتخزيم بيانات في ذلك التخزيم مواقته في المتصفة عندما يقوم بمستخدام بإغلاق المتصفة سوف يتم حضف تركي بيانات عندما تقوم بإستخدام فريابة من نوع كوكي سوف أقوم بإغلاق المتصفة وأقوم بفتح من جديد المتصفة مثل ما تشاهد البيانات لم يتم حظ فيها هذا هو الفرق بين السنين هل أنت علمت كيفية إنشاء فريابة من نوع كوكي وكيفية تعديل على البيانات المخزنة ضمن فريابة من نوع كوكي وكيفية الفرق بين كوكي والسيشن وكيفية تعرض البيانات المخزنة ضمنها حظ فريابة من نوع كوكي الآن سوف أقوم بشرح لكم كيفية حظ فريابة من نوع كوكي كيفية حظ فيها سهلة جدا إن كنت ترغب بحظ فيها قم بتحديد بنفسك ما ترغب بنتم تنفيذ الروامر في البداية تقوم بتحديد الاسم فريابة التي ترغب بحظ فيها ثم قيمة ثانية يكون قيمة خالية ثم تقوم بوضع فاصلة ثم نحن الآن بحاجة إلى الوقت بسيغة صواني يمكننا ذلك من خلاله فنقش نسمى time وقت ثم نقول ناقص أي عدد يكون أكبر من 3600 ثانية فهذا يعني إن نرغب بنتم حظف الفريابة التالية إذن لنتعلمت كيف يمكنك ان تقوم بحظف قم بتحديد بنفسك ما ترغب بنتم حظف الفريابة من نوع كوكي لنفترض أن تقوم بإنشاف الفريابة من نوع كوكي ويتم حظفها بعد فترة التي ستقوم بتحديدها كيف يمكنك ذلك؟ يمكنك ذلك بكل سوء سوف أقوم بجعل هذا الجديد التعليق لنفترض أن أرغب بإنشاف الفريابة الجديد من نوع كوكي وسميها على سبيل مثال password كلمة مرور وأقوم بتحديد القيمة التي سأرغب بالتخزين ضمن الفريابة التالية لنفترض أن تقوم بتحديد القيمة التالية ثم فاصلة ثم نقوم بتحديد الوقت الحالي من خلال الفرنوكشن التالي ثم نقول زائد ألا نقوم بالتحديد بعد كم ثانية أو كم ساعة أو كم يوم أو شهر ترغب بنتم حظف زائد كفريابة بعد ثانية تقوم بوضع واحد إذا كنت ترغب بحظفها بعض دقيقة بعض دقيقة تقوم بدرب واحد درب ستون ثانية بعض ساعة تقوم بدرب من جديد بستون إذن بكل سهولة نقول واحد درب ستون درب ستون لأجل الساعة أو يمكن أن نقوم باختصارها بوضع ثلاث ستمائة ثانية يتواجد في الساعة ولأجل اليوم تقوم بدربها بأربع عشرين وتقوم بوضع القيمة الذي يزل لديك ستة وتمائنين ألف وارمائة ثانية قم بتحديد بنفسك المدة أنت الحر في الاختيار ولأجل شهر تقوم بدرب اليوم هذا الصواني اليوم بسا الرسول يوم لأجل شهر أو حسب عدد أيام الذي يتواجه في الشهر إذن بك هذه السهولة أتمنى أن يكون هذا الجزء واضح بالنسبة لكم سوف أقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق إذا أرغب أن ينشأ فريابل من نوع كوكي من خلال ملف PHP التالي عندما يتم تنفيذ الروم التالي في وقت الحالي سوف يتم تنفيذ مبعا شرطا ولاحقا بعدما يتم إنشاء فريابل الذي يسمعني فقط مثال من خلال ملف PHP آخر سوف أقوم بإنشاء ملف PHP آخر مثال أرغب بالتحقق إن كان يتواجد فريابل من نوع كوكي يسمى بالاسم الذي نقوم بالتحديد أرغب على سبيل المثال بأن تم عرض القيمة الذي يملكه ذلك فريابل أو استخدام ترك بينات في أي مكان أقوم بالتحديد لنقوم الآن بالتجربة في البداية سوف أقوم بفتح الملف PHP التالي قمت الآن بفتحة طبعا للتسكير قمت بوضع ملفات التالية ضمن مجلة يسمى سيرفر يتواجد في مجلة التي يسمى هاتي دوكس سيرفر محلي للتسكير قد يكون لديك الملفات PHP في مصار آخر قم بفتح الملف PHP حسب المسار إذا قمت بوضع الملف PHP ضمن مجلة الضوكس سيرفر محلي ألا تم التنفيذ الهوامر التالية فهذا يعني قام بإنشاف ريابل من نوع كوكي يسمى نام وقام بتخزين دمنياء القيمة التالية بما أن هنا ترمنا في حال دخل الشخص إلى الصفة التالية بين التحقق إن كان يتواجد في ريابل يسمى نام أو لا من نوع كوكي في حال كان يتواجد نرغب بين التم تنفيذ الهوامر الذي قمنا بواديوناه ونطلبنا بنا تم عرض ترقى بينات لين شاهد مثل ما تشاهد الفرق بين سيشن و كوكي من جديد إذا قمت بالهان بإغلاق متصفح وفتحت متصفح مرة أخرى وقمت بزارة نفس المسار مثل ما تشاهد بينات ما زالة مخزنة عندما تقوم باستخدام سيشن سوف يتم حذف البيانات بمجرد المستخدم يقوم بإغلاق متصفح يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أما استخدام سيشن أو كوكي لأنك لا تعرف الفرق بينهم أراكم في الدرس القادم لك نتعلم مزيد إن شاء الله شكرا لكم ولا تنسى أن تقوم بالنسخ رابط الدورة ومشاركتي مع آخرين لتشجيعنا لمواصلة نشر لكم مزيد إلى اللقاء